أكد رئيس منظمة الحرية والسلام في أربيل عبدالله خالد أن الإشهادات الدولية التي وردت بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان تعد شهادة نجاح للإقليم ما سينعكس بشكل إيجابي على مسار العملية الديمقراطية ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في تجربة السياسية بالإقليم ويدعم جهود الاستقرار والتنمية فيه إقليمياً ودولياً هذه الإشهادات الدولية من الأمم المتحدة من بعثة الأمم المتحدة ومن القنصليات ومن الحكومات الأقليمية من الأردن ولذلك من السفيرة الأمريكية أيضاً هذا بكل تأكيد إشادة بعملية ديمقراطية لصارت هذا جانب الأول جانب الثاني سوف لها تأثير في تعميق التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان وفي تواصل الشرعية وتعزيز موقع إقليم كردستان في المنطقة وتزديد الشرعية لحكومة إقليم كردستان سوف يكون لها تأثيرات في بناء علاقات أفضل لخدمة لصالح شعب كردستان والشعب العراقي بكل تأكيد هذه تكون محطة أخرى من المحطات النجاح في السابق إعطاء الشرعية بالنسبة لمؤسسات إقليم كردستان